وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اشتركوا في القناة يا صباح الخير يا صباح الفيلو الياسمي كيفكم شبعيش واخباركم ومشاء الله تكونوا بألف خير يا رب انتم عم تشوفوا فيديو اليوم اهلا وسهلا فيكم كلكم نورة قناتي اهلا وسهلا بالصباح الاجتاد اللي انضمت لقناتي جديد ترحب فيكم نوع ما كنتم عم تتابعوني وان صباحي رحت على المول هون انا بالمحل الالسي واي كيكي اشتريت لابني اه هذا البنطرون للمدرسة لانه البنطرون تبعه مهري مع انه ما صلي شهر يقول له يا بس عن جد الصديان كتير بيهرو تياب بوض اه يعني فورا بيهرو اه فاشتريت له هاد البنطرون متل ما شبته اسميك هو بيجي بقلبه اه في مهير كمان بيدفي وهيكي من فوق مطاط ومن تحت كمان مطاط فهيكي مريح بالمدرسة وبيدفي كمان وان فت على هاد المحل الماركيت يلي بالمول بيجي اشتري دول على لي البيت بقرجيكم ليش اه شتريت دول على لي وفتت على هاد المحل تبع الاي بي بيك اه الصراحة يعني الاوايا عنده كتير حلوة الا انا يعني التياب اللي عنده ما بحسن اشتريه لابلادي لانه صاروا كبار بس اه قلت انه معنش يفوتي وصورينه للمتابعين لانه عندي كتير متابعين حوامل عندهم بي بيات عندهم اه ولاد صغيرة فانه معني شي يعني ازا انا ما عندي ولاد صغيرة وما مقرر ابدا يعني يجيب ولاد اه بس عندي متابعين عندهم ولاد صغيرة ففتت اه عم صور لكم هيكي هاد المحل عنده كتير شغلات حلوة للولاد الصغار من كزا يوم اه نزل تلج وكان الجو كتير بارد فقلت خلص يعني ما عدت اه احسين اطلع غير كتير قليل يعني اه اتمشى اه او اركض بالبيسيكليت بس اليوم كان الجو كتير حلو كتير دافي فقلت يا ابن تستغلي الوقت واطلعي بالبيسيكليت ما انه هيكي الجو حلو واشتري هالكم غرد من المون اشتركوا في القناة كتير في صبايا بسألوني عن القفولة اللي حاطتون عندي بالبيت عالشبابيك يعني اه انه من وين شعرت يون اشتريتهم من انترنت بس لقيت منهم هون بالقابيبك بحبيت صور لكم يا هون ازا حابين تشتروا حق الواحد مية وتسعة وعشرين اه وكمان هون شفت هدون السندقي اللي حاطة فيهم بالبيت بطاطا وبصل اه فشفت عنده بالمحل كمان فصورتلكم يا هون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا 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 اه هلأ هون بدي اصاوي الكنبايات تبع غرفتها الاعداء بهي المكنسة بس ما اضحكوا علي لانه الصراحة انا ما بسامهم كلي هاتهم مع بعضهم بنفس اليوم لانه بتجيعني رقبتي وايدي كمان وما بتحمل صوت المكنسة لانه كتير صوتها مزعج اه فشو بعمل؟ بعمل اقصام اقصام يعني انا اليوم عملت هذا هي الايد تبع الكنباي هي تاني يوم بعمل ايد التانية تالت يوم بعمل عرفتو كل يوم بساوي قسم هيك انا ما بتجعني رقبتي وايدي وبنفس الوقت بحس القسم يلي ساويته هيك يعني نفش قلبي انه بيكونوا كتير نظيف انا بضل بهاي الفرشاية متل ما شايفين بضل بعمل هيك لحتى شوف من البلور او البلاستيك الشفافة عم ينسحب المي تكونوا نظيفة تماما فبقول انه خلص يعني راح تكل الغبرة والشحار وكل شي اه وصخ راح يعني فمشان هيك بعمل قسم قسم بس وقت بكون زوجي بالبيت وبكون ما عنده شغل لا بساوي اكتر من هيك هو بساعدني وحتى بلادي وقت يكونوا بالبيت يعني بقل لهم انه تعالوا انتوا سحبوا مي من الكنباية هيك انا بريح يعني شوي بس لحالي ما بقدر ساوي اكتر من هيك ما بتحمل يعني فمتما شايفين حطيت المكنسة متل ما هي ورا الباب من شان تاني يوم ساوي كسمتان ساويو كامل ساوي 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 تابع ساوي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والتعكلية ما فيها طعمة مرار فأنا شو عملت حطيتهم بالطنجرة مع مي سخنة خليتهم هيك يغلوا شوي مع ليمون وبعدين صفيتهم هلا حطيتهم بهارات اللي هو فلفل احمر وكمون وليمون وملح كل فترة بالتاني وولادي بيطلبوا مني حطولهم الفلاشة على التلفزيون يتفرج على زكريات القديمة لانو عندي فلاشة حاطة فيها كل الصور القديمة كل الزكريات القديمة مثلا هوني حاطة انا مصورة بيتنا بسوريا اللي كتعايشة فيه قبل الاحداث بسوريا مصورته من شي يعني تقريبا بدون الصور صارونا 13 سنة صورتهم هوني قبل ما نسافر يعني كانوا الشناتي قدام الباب وبدنا نسافر كنا على مصر فقلت لصورهم هيك للذكرة يعني ما بنعرف انه ممكن نطلع من سوريا والبيت خلص يعني يروح وينقصيف فقلت هيك يضل عندي ذكرة يعني منه اشتركوا في القناة يعني واخيرا بعد عدة تجارب قدرت ارسم عن نس كافي اللي هي ما كتير زابطة الرسمة وما كتير بروفشينال بس انه منيحة يعني كأنه هيك بالبيت والعبدة اللي عندي كتير عادية ممثل اللي بالمحلات بتكون عندهم انه منيحة حبيت هوني كمان ارسم ولون اللوحة اللي ارجعتكم ياها المرقمة وصلت على رقم 12 كتير عم حسة انه هيك كل ما عم لوين كل ما عم حسة انه ما عم بتبين اكتر عم تصير احلى موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 هون اخر الليل حبيت اكوي الكويات لانه سلة الكوي ما عدت تتسكر يعني اه عندي هي المكواية كل فترة وقت بشغلها بتعطي هيك اشارة انه لازم فضي الخزان تبعي اللي تحت بيجي شايفين متل برغي بتفكيه وبينزل منا المي الزايد اه لهون بيكون انتهى الفيديو تبعي اليوم بتمنى يكون عجبكم ازا حبيتو ما تنسوا تعملولي لك شركوا بالقناة بحبكم كتير السلام اشتركوا في القناة